نقول إن الإنسان إذا نظر إلى ذاته وقام بتنقيتها بالنصيحة لنفسه والمراجعة الدائمة للأخطاء التي تبدر منه فإن الإنسان يكون من أهل الثبات ولهذا نقول إن تردد الإنسان في بذل النصيحة للآخرين سبب ذلك هو عدم قيام النصيحة في ذاته ولهذا كثير من الناس يقصرون عن جانب الإصلاح أو جانب النصيحة أو بذلها للناس من توجيهه سبب في ذلك وجود التقصير التقصير في ذلك إذا لم يكن قائما في ذات الإنسان تاما النصيحة وقامت بجميع صورها وأشكالها فإن القصور في ذلك يتحقق من جهة بذله للناس ربما كان ضعيفا وربما كذلك أيضا كان ضعيفا من جهة قبول الناس له لأنه كيف تقوم بالنصيحة وأنت تقوم بمثلي بما تخالف ذلك ولهذا شعيب عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو قومه فأراد أن يبين أنه كذلك أيضا يقوم بالامتثار قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استضعت يعني أني أيضا أول ممتثلين لما آمروا به لهذا نقول ينبغي للإنسان أن يقيم نصيحة في ذاته قبل أن يبذلها إلى الغير يقيم نصيحة في ذاته من جهة تمحضها من جهة بر الوالدين العناية بذلك حتى تقوى النصيحة لديه كذلك أيضا يكون من الثابتين أكثر منتكسين عن طريق الحق سبب انتكاستهم أنهم أرادوا أن يقيموا الحق في الناس ولكنه لم يقيموه في أنفسهم فرجعوا إلى الأصل الضعيف في ذلك فوقع في ذلك شيء من انتكاسة والحقيقة أنه إنما انتكس ظاهرا وأما باطلا فوباق على ما هو عليه من تقصير